أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الصناعة الدواء تعد إحدى الصناعات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة وذلك في إطار جهود دعم الصناعة الأدوية بشكل خاص ودعم قطاع الصناعة بشكل عام خلال المرحلة الراهنة جاء ذلك خلال اللقاء مدبولي برئيس هيئة الدواء المصرية علي الغمراوي لاستعراض تقرير حول توافر الأدوية في السوق المصرية وخلال اللقاء أشار مدبولي إلى أن الحكومة بدلت جهودا حثيثة خلال الأشهر الماضية من أجل إتاحة الأدوية عبر تيسير الإفراج الجمركي عن هذه الأدوية فضلا عن الإفراج عن المواد الخام اللازمة لعملية التصنيع